وعلى صعيد متصل غادر المملكة فجر اليوم المواطنون الأفغان الذين كان الأردن قد سمح بمرورهم عبر أراضيه مطلع الأسبوع الحالي في طريقهم إلى الولايات المتحدة صرح بذلك الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير ضيف الله الفايز الذي قال إن مرور المواطنين الأفغان من الأردن ومغادرتهم تم وفق ترتيبات مع واشنطن حيث سمح الأردن بمرور ما حده الأعلى 2500 شخص إسهاما منه في جهود التعامل مع الأزمة الإنسانية في أفغانستان وأكد الفايز أن المواطنين الأفغان الذين يمرون عبر الأردن لفترة قصيرة جدا ترانزيت لا يمنحون صفة اللجوء ولا يتحمل الأردن أي أعباء جراء عبورهم أراضيه وأشار إلى أن عملية مرور الأفغان عبر الأردن قد تستمر حتى نهاية الشهر الحالي